السلام عليكم ورحمة الله نتكلم الآن عن أجهزة عملية الاكستراكشن أيضا نستطيع أننا نصنف العملية الليكويد الاكستراكشن على حسب طريقة التشغيل يمكن أن تكون باتش ويمكن أن تكون كونتينيوس السباراتين فانل كثير من طلابنا أعتقد تعاملوا مع هذا النوع من الاكستراكشن في المعمل it can be a single unit or a multiple unit it can be a single stage كما في حالة الميكسر ستلر or it can be a column عمود زي ما حنجي نشوف في السلايد القادمة الميكسر ستلر حقيقة هو من أشهر أنواع أجهزة الفصل it can be a stand alone or as a column type حقيقة الميكسر ستلر تعمل with a purely stage wise contact وهي تمتاز بإنها تتعامل مع كميات كبيرة جدا جدا وفي الأغلب تستخدم هذه الأنواع من الميكسر متى ما كان لدينا a very long residence time قد يصل في بعض الأحيان إلى 15 minutes أيضا يمتاز بإنه يستطيع إنه يتحكم في البي اتش وهو من الأجهزة ذات الاستخدامات الشائعة في عمليات الـ liquid liquid extraction النوع الثاني الـ agitated column هذا النوع يعني قد يكون بزو أحجام ضخمة جدا جدا كما ظاهر في الصورة الصورة وإت هاز اه 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 عمليات انتقال كتلة كبيرة اه تراكيز كبيرة جدا دس اه 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 يمتاز بإنه the geometry of the agitated compartment can be adopted for changing hydrodynamics conditions اه قد تتغير ظروف السريان اه انخفاضا وارتفاعا هذا النوع من الاعمدة يستطيع انه يتلاءم مع هذه المتغيرات بصورة كبيرة جدا جدا اه يمتاز بانه اه له آلية دوران داخلية قد تصل الى 10 rpm اه اه 10 الى 100 دورة rotation per minute و this is actually a very very big speed in the liquid extraction system ايضا لدينا الpacked bed الاعمدة المحشوة وتستخدم هذه الاعمدة نظام البلسيتر والpackaging يكون في الاغلب corrosive free ويمتاز بإنه له القدرة على توزيع الى distribution of the flow so that we can have a higher distribution of the drop size and it will enhance the extraction process the benefits of this system it's usually small in diameter it can deal with low difference in densities between the solvent and feed it has low interfacial tension وهذا النوع من عيوبه بإنه it tends to form emulsions هنأتي لاحقا بتعريفها وتوضيح المشاكل المصاحبة لهذا النوع من عمليات من أجهزة الاكسترات